التانية لقيت كده مكتوب دعوة انه بكرة يعني الناس اللي تحب تيجي البوليفارد البوليفارد ده بقى يعني مكان خلاص اتعمل تم تتشينه للترفيه رسميا في المنطقة العربية انه بكرة في البوليفارد يا جماعة وفي الوينترلاند في حفلة تنكورية اي حد يلبس حاجة تنكورية فانا قلت يا عمر جايز يعني ايه يجي مثلا عشرة خمستاشر واحد اول اللي حيحط ماسك اول اللي حيلبس بورنيتا يعني ما تخيلتش انه حيبقى فيه فن التنكور يعني ما تخيلت فجأة بصيت لقيت الناس عاملة حاجات مبدعة شباب عايز يعبر عن نفسه عايز يستمتع عايز يعمل شيء مختلف عايز يعمل شيء جديد ما احنا لو عادنا نفكر في الشباب بعقلنا اللي عليه عن كبوت عمرنا ما حنعرف نوصل هم عايزين ايه وبيفكروا في ايه انت شايف الناس دي عاملة ازياء ازاي افتح الصورة كلها يا عام خلي الناس تشوف انا ما صدقتش كمية الشغل اللي معمول على التنكور متعوب على كل واحد عامل شخصية بقى لا سواء كانت باتمان ولا سبايدرمان ولا شخصية من افلام ولا شخصية من مسلسل طفل ست راجل الناس متقنة الحاجة اللي هي عاملها اتقان غير طبيعي وهو الموضوع ايه ما خدش وقت انه يا جماعة بكرة احنا حنعمل كذا كذا كا فتاني يوم تلقى البوليفارد ده كارنفال زي الكارنفالات العالمية والناس كلها سعيدة ومبسوطة وبتعضي وقت جميل وحلو ايه المشكلة يعني كان الكلام ده زمان الناس تضطر تسافر بره بقى عشانت فرجوا كل واحد عبر عن نفسه وانا عايز البس كده وعلى فكرة كل الاعداد ديت مفيش اي مشكلة مفيش اي مدايقة مفيش اي حاجة اللي اكتر بقى والله حصل ان توركي قال شيخ نفسه تشجيعا للناس عمل لهم فيديو وهو متنكر يعني المسؤول توركي قال شيخ اهو اسمع يلا سعيد انا اليوم بمشاركتكم في الحفلة التنكرية في القوليبارد ووانترلان وندعوكم بكرة لحفلة تنكرية اكبر واقوى ويالاتني كنت معاكم تحياتي الاهل الرياضة يا اخي مش يعني معلش الناس كده هتقول لي يا سنتا بتحب الطب اللي تورك اللي عامله غير طبيعي وغير عادي وجديد لانج يعني يا صد الراجل هذا المسؤول سيادة المسجار ليه بالسيمسون او انا معاكم وجاب كل زملائه اللي معاه برا لبسهم كلهم اصدقاه لبسهم كلهم اقنعة واحنا